طبعا الجميع يعلم أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية عمرها أكثر من أربع سنوات منذ انهيار بدء الانهيار الاقتصادي في البلد وخاصة بعد جائحة كورونا وتلتها الكارثة الكبيرة التي كانت انفجار مرفع بيروت التي قد دمر نصف مدينة بيروت وأدى بتدهور الأحوال بشكل كبير أيضا وصولا إلى هذه الحرب التي قد أضافت طبقة ومأسات كبيرة على كافة الصعود وبطالعتها الاقتصاد اللبناني وبالعودة إلى سؤالك بشكل مباشر التدعيات هناك نوعين هناك التدعيات المباشرة التي تتمثل بضرب القطاعات الأساسية التي كان مازال يصمت من خلالها لبنان خلال هذه الأزمة الصعبة وهو القطاع السياحي وقطاع الصناعات الزراعية وقطاع الانتاج الزراعي بشكل عام الذي كان يؤمن إلى جانب القطاع السياحي العائدات الوحيدة بالعملة الصعبة إلى البلد خلال الشلل المصرفي الذي يواجهه البلد فهذه القطاعات تدمرت بشكل كامل تحديدا من خلال حرق وتدمير كل الأراضي الزراعية في جنوب لبنان إضافة إلى المصانع والمؤسسات التجارية وهذه تقدر بالمليارات نحن قلنا أن التقدير الأولي لهذه الخسائر بناء على الناتج المحلي لسنة 2023 فاقت العشر مليار دولار حتى اليوم وأيضا الأخطر من هذا الأمر هو التداعيات المباشرة التي هي دمار كافة المناطق الحدودية اللبنانية كان على نطاق المؤسسات التجارية المصانع المنازل وخسارت المئات من الألاف من القوة العاملة أعمالهم وفرص العمل الذي كانوا بها لأن لبنان كان يواجه مشكلة عمالها بنسبة 60% سلبية اليوم نحن في أرقام قياسية نعجز أيضا على وصفها أو تحديدها وبالإضافة إلى كل هذا يا سيد الكريم طبعا الناتج المحلي سيتضرر على المدى الأطول بشكل كبير وسينخفض بشكل كبير وخاصة إذا توسعت وطال أمد هذه الحرب طيب يعني من سيعوض هذه الخسائر التي تعرض لها لبنان هل هناك وعود تلقيتمها من جانب دول عربية أجنبية صندوق النقد ولو أن صندوق النقد حذر اليوم من التأثيرات الاقتصادية الكبيرة على المنطقة في حال استمر الوضع على ما هو عليه يعني بالطبع لا يمكن أن نضيء كفاية على دعم الذي قد شهدناه خلال الأشهر الماضية وتحديدا الأسبوع الماضية والتأكيد والتطمين من تحديدا وبداية الدول العربية جميعها على دعم لبنان والوقوف إلى جانبه الاجتياز هذه المرحلة الصعبة لكن يا سيد الكريم هذه الدول طبعا ستدعم لبنان وستقف إلى جانب لبنان لكن الدعم الكبير والأساسي اليوم هو الوقوف إلى جانب لبنان في المسار الدبلوماسي لوقف إطلاق النار الفوري والاتجاه نحو حل سلمي لهذه الحرب لأن كل الدعم الذي قد يأتي الذي قد يساعدنا في خطة الطوارئ ويؤمن المواد للنازحين اللبنانيين إلى آخره هو ممتاز وهو جيد إنما قدر حجم المساعدات التي نحتاج إليها ب125 مليون دولار شهريا تكلف الدعم لإحتواء أذمة مليون نازح داخل الأراضي اللبنانية ونحن اليوم نفوق المليون نحن تقريبا اليوم مليون ومئتين ألف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة